سلمت مصر رئاسة مجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندومين الدائمين للمملكة المغربية وفي كلمة له أعلن مندوب مصر الدائم لدى الجامعة العربية السفير محمد عرفي ختم أعمال الدورة العادية 159 للمجلس وتسليم مندوب المغرب رئاسة أعمال المجلس في دورته الجديدة هذا وانطلقت أعمال الدورة 160 للمجلس برئاسة المغرب ومن المقرر أن يبحث المندوبون الدائمون على مدى يومين البنود المدرجة على جدول أعمال دورة المجلس على مستوى وزراء الخارجية والتي تبدأ أعمالها بعد غد الأربعاء وتشمل تسعة بنود رئيسية يتصدرها بندو العمل العربي المشترك